السلام عليكم خاطئين إن شاء الله تكونوا ملاحظة ندروا فيديو خفيف اليوم رجعوا لأحد التعليقات كان واحد من الأخ بعث لي فيديو شخص يتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الذي يتحدث في مناهة أمامكم سقلاب ما رحش ترجع له ولا الأفكار تعور بسهلة لكل واحد يتروا شي يحب ولكن هو تكلم على موضوع اقتصادي واحد يجريه جرايك يعني سقلاب هذا وتكلم على المرحلة تعبو مدين خليكم تسمعوا الفيديو نتاعه واش تكلم على بو مدين وبعد نعطوا التفسير ولا الانتقادات الكلام التاعه وهل حقيقة الكلام التاعه صحيح ولا غالط شوف نعطيك الكارثة اللي دارها بو مدين هذه دايما في التعليقات واش رأيك في بو مدين واش رأيك في بو مدين بو مدين هو سبب معاناة الجزائريين رحمه الله هو سبب خراب الجزائر لماذا؟ الجزائريين قبل الاستقلال كانوا أوروبيين كانوا مواطنين أوروبيين فرنسا كانت تعتبر الأراضي الجزائرية ملكها تابعة لها هذه ما حدثت حتى في دولة استعمرتها فرنسا إلا الجزائر المغرب وتونس عطت لهم الجزائر فرنسا عطت لهم الاستقلال قبل أن يتكون الاتحاد الأوروبي هذا الاتحاد الاقتصادي والسياسي والعسكري هذا الاتحاد هذا تكون في السبعة وخمسين وهما الدول الاستقلال الحسن الثاني على بكا يحلم يحلم بالاتفاقيات لسينياتهم فرنسا مع النظام الجزائري بعد الاستقلال الجزائريين كانوا مواطنين أوروبيين في الاثنين وستين بقى الاتفاقيات انتماء الجزائر كدولة مستقلة إلى الاتحاد الأوروبي كعضو مراقب عضو مراقب يساعدها الغرب في نهضتها الاقتصادية ويعني يلغي عليها قعل الأمور الجمهوركية والفيزا والأمور هذه يعني يبقاوا الجزائريين مواطنين أوروبيين حتى الالف وتسعمية وستو سبعين الهيشة تعبو مدين قاعد يتبع في المعسكر الشرقي قاعد يتبع الرفيق المواطن لازم يكون رفيق وكامراد واشتراكية وليلين والخطابات تعوذي كل يعني بو مدين جهل شعب صحابي أتم معنا كلمة ما كانش إنسان جهل شعب والدهل الواد كما بو مدين لو كان قعدنا مع المعسكر الغربي وعدنا نمشو كما قال راشيد كازا مسعود زقار وقعدنا مع الغرب لو كان راح نجفشو للدائرة احنا فرنسا ديجا احنا كنا واجدين واجدين للإقلاع الاقتصادي بو مدين رجعنا القورن الوسطى يا الرحمة يا الاستعمار الفرنسي يا وديخ لها هاس أعطي لي كاش دولة دولة مشات مع المعسكر الشرقي وراه دولة ناجحة ومتطورة وطورت أعطي لي دولة واحدة فقط دولة واحدة والله ما تلقاه روسيا روسيا وتبكي اليوم من هذا تبكي على الانضمام الى تكتل الاتحاد الاوروبي محل بوهاش اماجين احنا عدنا اتفاقيات جاهزة اتفاقيات الجزائرية الفرنسية في الاستقلال الحسن الثاني كان يحلم بالاتفاقية هذه تونس وبورقيبة والحسن الثاني كانوا يبكوا يبكوا على الاتفاقيات اللي كانت عندنا حنايا احنا بومدين سيقار احنا المعسكر الشرقي ماليلين رفيق كاماراد كاماراد قعدنا كاماراد صح يا خبتي بعد اللي سمعنا هذا الفيديو دقناتكم رأي في المرحلة تاع حكم بومدين من جانب الاقتصادي كملاحظة يعني قبل ما ندخلوا في التفاصيل أنا كي ندري لك هكذا فيديو ورجع لك اشتعليق يقول لا مشي باش نرجع لها ذاك السيد ولا مثلا لا لا لأنه نشوف هذه الفكرة تكون منتشرة بزاف لأنه حقيقتنا هذه السنوات الاخيرة ولينا نشوفو ناس ينتقدوا بزاف مثلا الفترة تاع هوري بومدين اللي واحد الوقت ما كان وش ناس ينتقدوها ولكن بعض الاشخاص ينتقدوا بعض الممارسات ولا اللي كانت في الثورة ذركة نحاول نجاوب في فيديو واحد على كامل هذه الناس صحة قل نرجع لفيديو تحت هذا السيد وش رايي في الكلام اللي قالوا صحيح ولا لا لا في بومدين هننشوف اللي السيد هذا دار ثلاث غلطات لأنه ما راوش المجال تاعه اقتصاد وقدايا وعليك يتكلم في حاجة خاطئتك دايما تغلط أولا هو قال لهم يعني الانتقاد بالبومدين أنه من المفروض كدين الاستقلال هذا الوقت ما نتبعوش النظام الاشتراكي ونروحوا نتبعوا الرأسمالية لأنه البلدان اللي تبعت الرأسمالية هي اللي نجحت هذا التفكير نوعا ما غارت بزاف علاش لأنه انت ما تقدرش جي تحكم على واحد بعد خمسين سنة ولا لا وتكون شفت الأحداث ونراحتهم باعتها وتنتقدون تاب التراجع هذا كل الوقت بومدين كي جاي حكم في الخمس وستين يعني بومدين الله رحمه ما كانت شعندو نفس الأفكار ونفس النظرة للاشتراكية كي ما راك تشوف تعذركها الاشتراكية يعني انهارت لا ربما الاشتراكية انهارت في الوقت اللي زاد في هذا ديراو يتكلم ولا كان عنده عامين ولا ثلاثة وعليه انت الاشتراكية ما شفتها ما تعرف المبادئ انتها ما طبقتها ما ولو ولكن احنا كديننا الاستقلال في الاثنين وستين ولا بومدين الله رحمه يعني كي حكم ولا في فاترات الحكم التاعه كامل ثم كانوا كاين قطبين كانت كاينة الرأسمالية إيجابيتها وسلبيتها وكانت كاينة الاشتراكية بسلبيتها وإيجابيتها وهذا الوقت كانت الاشتراكية يعني عندها المنظرين انتحها وعندها الأفكار انتحها وكانت بولدان كبيرة تباحة والاتحاد السوفيتي كان قوة هذا الوقت قوة عسكارية اقتصاديين كان ناقص شوية نوعا مع المجمع الغربي ولكن كان بزاف ناس كانوا مبهورين به وعنده مبادئ انتاعونه وعنما هذا الوقت كانت تبان ايجابية هذه الحاجة اللولة الحاجة الثانية هذا الوقت لو كان هذا السيد اللي هو يتكلم كان هو يحكم بهذه الأفكار انتاعه وأكيد رح يتبع لي اشتراكية كان بزاف اسباب لانه احنا الجزائر ما استقلينا احنا ما كانش مستعمرتنا من شعبش كشب بلاد ولا كانت مستعمرتنا فرنسا وفرنسا يعني هي من المجمع الغربي دول امبريالية عندهم افكار استعمارية وعليه احنا يا كجزائر كنا نشوفه يلزم نروح انتبعه نظام اقتصادي اللي عنده نوعا ما مبادئ ضد هذه اللي بيرالية لانه الاشتراكية هي المبادئ انتحها والشروحات انتحها وهذا والحاجة اللي خلاتها تستقطب الناس يتبعوها انه الافكار انتحها ضد اللي بيرالية بتقول لك اللي بيرالية تستغل الموظف ورجال اعمال هذو يستغلوا المواطن البسيط وكان بزاف امور من بينها هذه يعني من بينها هذا الافكار وعليه انت بما انه كنت خارج من عند لا عفون كنت خارج من ثورة كبيرة واستقلال من عند بلد استعماري بلد امبريالي تأكيد تعجبك الافكار هذيك اللي تقول لك يلزم حكم الشعب لانه الاشتراكية نشوف باللي الوزين هذا مش هي عنده مالك وانتو مخدمين عنده لا لا هذا الوزين تعنا كما نخدمو فيه ونعيشو منه والدولة هي اللي مالكاتو والدولة هي الشعب حقيقة مع الوقت كيم اقولنا لا تحكمش على هذا المبادئ اللي بينت باللي حقيقة نوعا ما فاشلة لانه علمت المواطن الاتيكالية خلقت السرقاء خلق الفساد خلقه بزاف امور كما حتى الرأسمالية رأيت عاني الرأسمالية ما سقطت شوى لكن حتى هي فيها السلبيات متاحة والذي رانو نشوفو كيم بزاف ناس يعانو منها البلدان الرأسمالية وكذا حقيقة كيم بلدان متطورة ولكن كيم بعض البلدان طبقة يعني الرأسمالية ولكن حتى الشعب انتحى نوعا ما تعاني وعليه هذه الفكرة يلزم يلزم يعني نفهمها مشيغل في المجال التحالي الاقتصاد في كل مجالات مثلا نعطيكم مثل من الواقع انتهى نفت عرضه يجوك زوج عروض قال تجيك عرضتها خدمة من عند فولزفاقن وتجيك خدماتها من عند طيوتا وبعدها تبدأ تخير شكو اللي مليحة الماكان الامتيازات الخلاص كلش هيا تروح تخير تقول انا نروح نخدم في طيوتا وبعد بعد عشرين سنة هذه الشركة طيوتا مثلا تفلس تسقط ولا ولا يحافظوك من الخدمة يجي واحد اخر هكذا وليدك ولا يجي واحد اخر يحكم عليك يقول لك تكون تغابي لانه فكرت تروح تخدم في طيوتا لا انت الوقت اللي فكرت تروح تخدم في طيوتا كانوا عندك هذوك المعايير ولما كنت تشوف المستقبل لا لا ثم كنت تشوف شركة هذه نجحة وهذه نجحة الان الامتيازة تروح عندهم بينزوج المكان في السوق المستقبل انتحهم بينزوج ويبان مليح وعليه ما تقدرش تايا واحد يجي يحكم عليك بعد اللي تبان النتائج لا لا وعليك اخو العصاب هذا الوقت الناس ما كانش غير بومدين وحده الناس اللي خيرت تبع الاشتراكية لانه هذك الوقت الاشتراكية كانت يعني ما كانش تبان باللي ميضا فاشل هذه الحاجة اللولى الحاجة الثانية نوعا من مبادع تها الاشتراكية كانت توافق مع الافكار تحكام البلدان اللي كانت نوعا ما خارجة من عند الاستعمار هذه النقطة اللولى اللي يجب أن نعرفها الحاجة الثانية كي يأتي واحد يقول لك في 2023 المشاكل تاعنا كامل السبب انتحها تاع شخص يتوفى في 78 هذا كلام غير منطيقي لانه 78 رأي فتت 40 سنة انا شعبش حال 45 سنة يعني ما 78 لحد الان رأي كين 45 سنة واليف 45 سنة رأي ما عندك جيلين تقدر تدير مع الداريس تقدر تبدل منهج تقدر اقتصادية تحويها والديانوذ يعني تقدر تدير كل شيء وخير الدليل انه كان بعض البلدان اللي في التسعينات كانت متخلفة متخلفة جدا وذركارة يتنافس يعني الصين النهضة متاحة كان عندها 40 سنة عبرك من شيء قال يا كجزو تقررون لا لا كان عندهم الماشيك من فقرة بلاد كيمة كوريا الجنوبية في التسعينات في اواخر التسعينات راحوا إلى صندوق النقد الدولي وكانوا يعني عندهم الماشيك الكبيرة وطالهم صندوق النقد الدولي قرد ومن ثم نوعا ما بدأوا يخدموا في بلادهم بلاد كيمة المكسيك ثاني كانوا عندهم مشاكل مخدرات والفاقر والبيئة انتحهم متصل لكن غير مؤخرا بدأوا في الالفينات بدأوا يريقلوا في الاقتصاد انتحهم بلاد كيمة الفيترام كانت عقوبات كبيرة من عند امريكا ومع دينهم ومشاكل ولكن دركة الاقتصاد انتحهم ويطلع وراملها بس بهم وراملهم يكتسبوا في التكنولوجيا وعلي حقيقة الاخطاء تاعة الماضي تقدر تلعب الدور ولكن ما تبقى انتح خمسة وربعين سنة وتقول لي وشرانا نعاني وضركاء سابب انتحه حتى ويكون مثلا جهل الشعب يكونوا كانوا مشاكل في الذهنيات في كده اذا جاء شخص حقيقة عندهم مشروع يقدر يبدلك لانه رام جيلين والناس اللي كانوا يحكموا في هذه الفترة ولا في هذه المدة اغلبهم يا اما توفى يا امارة وكبير الفترة السبعين وهليه ما عندك حتى عذر لا ربما لو كان زعمان قلوب ومديم راح لك للمناحي جنتاك كامل وتمصلك التاريخ واللغان تاعك وسوال حدوك تقول معليش لا ربما التابعة هذهك ما زالت لحد الان ولكن كخيار اقتصادي تبع الاشتراكية في الوقت اللي كانت الاشتراكية ما زالت قايمة تبع ومبعد الاشتراكية طاحت طاحت عادي جدا بدل المسار انتهاك كان بولدان اللي كانت مش نحنا نتبعه في الاشتراكية كان بولدان كانت تابعة للاتحاد السوفياتي تابعة وكي طاح الاتحاد السوفياتي بدأت تبدل النظام وبدلوا النظام السياسي وبدلوا النظام الاقتصادي وبدلوا كلش ومشوفوا الرأسمالية وذركوا ولاوا رأسماليين لانه خاع رغم انه الشعب تربى حقيقة على مبادئ الاشتراكية اكثر من نقرة وفي المدارس وهم اللي كانوا يجروا على الناس وعليه ما راهوش عذر لشي جي واحد يقول لك الاخطاء الاقتصادية تحذك الوقت ما زالتك هذه الحاجة الثانية الحاجة الثالثة يقول لك كل البلدان اللي تبعت مثلا الرأسمالية وماذا يتطورت هذا شيثا ايضا يعني ما كاش منه كل البلدان يعني افريقية كان اللي تبعت نوعا ما النموذج الرأسمالي ومنش حاج خرده للجارة يعني المروق ما كانش تابعة للمجمع الشرقي وتبعت هذه الاشتراكية لا 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 بوما كانش عندها رأسمالية ولكن ما تبعتش ايضا ما كانش بالد اشتراكي نظام يعني نوعا ما توجه انتح كان اقرب الى الولايات الامريكية المتحدة والعلاقات تنتحهم الميحة ويخدموا الاجندة تنتحهم وقد اسكوا تطوروه ما تطوروش النظام المصري نوعا ما في وقت من الوقات كان شوية يتبعها اشتراكية ولكن هما مبكنا ثاني تكتبعوا نظام الرأسمالي ودارنا نشوفو ما اتطوروهم أولو رغم انه ماسر لا ربما في ستينات وكذا كانوا كانوا ثقفين كانوا قاريين كان عندهم اقتصاد يعني كانوا لبس بهم لانهما ما عانوش كما احنا قل ثوراها كذا عافون يعني استعمار مدمر ولا لا لا يعني بريطانيا كانت عندها نوعا ما حماية على مكان كان عندهم واحد يحكم مصري وكذا عادي وعندهم سياسة وعندهم مفقيرين ونستقرعوا وكذا ماشي كما احنا قلت تجهيل الامية رغم ذلك عكتشوف الاقتصاد انتحهم الدول تاع الخالج الاموال اللي عندهم همش متبعين الاشتراكية ولا لا لا ورغم ذلك ما زالوا دول نفطية تروح للسعودية بالإمكانيات انتحها والمخزون تاع الاقتصاد وكلش لو كانت تروح تشوف المداخل انتحها ما هيش كالسيناعة ولا تكنولوجيا لا 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 يبيعوا في البيترول وعندهم شوية مداخل ثانية كسياحة لانه عندهم بالحج مؤخرا حقيقا بدأوا بدأوا يخدموا من النوع المرة ماشيين شوية في الاقتصاد المليح الدولة كما الإمارات حتى وتخلات نوعا مع البترول ايضا الاقتصاد انتحها احتمت بزافة على الخدمات السياح او صوالح ايضا ماشي صيناعة وعليه باش تقول لي كل الدول اللي تبعت الرأس ماليا نجحت نعطي تكميثة على الدول الإسلامية والدول العربية اللي نعرفوها ولكن كان بزافة نماتيج تعبود دال لتبعت الرأس مالية وراح يفيه مشاكل مشاكل تعقو ورد مشاكل يعني لأنه بلاد كيمة على ارجنتينو لا منذ سنوات ليتبعت الرأس مالية اكبر بلاد طاحت في اكبر بلاد طاحت في عجز لا افلاس منذ تاريخ التحاياة لارجنتينو يعني تسع مرات وهي تفشل على السادات اخر مرة في 2020 وعلي هذه الفكرة يعني كما قلنا ما راهيش صحيحة لعدة احد ابارات لأنه لأنه عليش حبي ندير هذا الفيديو لأنه هذه الفكرة حقيقة انتشرت بزاف بزاف هذه نختم بها نشوف واحد يروح يشوف فيديو صغير ولا يقرأ ارتيكل على الثورة وما يعرفش يكمل تاريخ الثورة وبعد يروح يحكم لك على ناس هم اللي يفجروا الثورة يحكم عليهم بكل بساطة يعطيكم غير مثال برك زي ما يسمعوا لا يقرأ باللي المجاهد الفلاني قام باختيال المجاهد الفلاني يروح يبدأ يخون فيه ويحكم على المنطقة هذه ويبدأ يدخل فيه واحد تفاصيل وما مش عارفه تا باش تفهم يجب تقرأ التاريخ لحقيقة وتقرأ التاريخ بولة الثورة وتفهم كل الأحداث ولا ربما لا تكون لديك كل الحقيقة بل تكون لديك جزء من الحقيقة نحن لازم نعرف بلي الاختيالات ماذا اللي صرحت فيه وقت فرنسا فرنسا ما كانت غابية ولا هذا الوقت كانت امبراطورية اخترقت الثورة وقدرت تلحق أضرار كبيرة مخابرتين بالثورة وعليه يقدر مخابرتين فرنسا توصل لمجهد أو مجهدين بالليفلان وخاهين وخطفوا ضد المشروع عندهم عن طريق ومالا المجهد يصدق بالليفلان ويصراوا هذه الأحداث وعليه انتهاء ليس بكل بساطة هذا ليس تبرير لبعض الأشخاص والذي نتكلموا على كامل الفترة هذه بصفة عامة لكي تتكلم لم تكن سمحت فيديو أو قرية أو قرية لا لا يجب أن تكون موليم حقيقة أنه قرية التاريخ التفاصيل نفس الشيء بالنسبة للاقتيصات تحب تعرف الفترة تعبوه من دين الله يرحموه وارح في الصحة حقيقات كيف استعلم الجزائر واش هي المشاريع اللي دارها جيب الأرقام متاعه كامل هل السيد هذا كن عنده مشروع ما كنش عنده مشروع أفكار كيمة هذه اقتصادية نخدم مخدمش هذا كل وقت الجامعة الجزائرية وإن كانت المدرسة الجزائرية وإن كانت النخبة أكون حاجة أنا نشوف كين حاجة مثلاً يعيبوها على هواري بومدين أنا لا ربما نشوفها يعني صح حقيقة غلطة على ربما هي أنه كيتوفا الله يرحموه تقريباً البلاد دخلت فيه أزمة وعليه مين المفروض مين المفروض واحد كي يحكم مدة طويلة تاعت 13 سنة و 15 سنة كيكون يخدم في البلاد ما لازمش يفكر بهذه الطريقة اللي عندي مشروع لازم أن نكمله أو أنا راح نبقى دايماً باش نكمل هذا المشروع لا لا كي تكون طريقة تحتسير ليحة وتخلي تكون عندك معارضة وتسمع على الرأي والرأي الآخر حقيقة تحتو وتتوفى ولا لا 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 الناس اللي حطيتهم يكملوا في هذا المشروع إذا بنيت مؤسسات حقيقية حقيقية برلمان و عدلة و جامعات و مراكز و بحث و فلاحة حقيقية و صناعة حقيقية من المفروض بمجرد أن تتوفى يتكسر كل شيء لا لا إذا بمجرد أن توفيت كنت لها ربما غالط في بزاف في بزاف أمور سواء تكون سياسية أو الاقتصادية تقدر تكون اقتصادية وتقدر تكون سياسية وتقدر بينزوجو عليها أنا نشوف ليه هلوم هواري بومدين لا يرحمه من هذا الجانب لا ما عليش نسمع له لكن باش تحكم لي على الخيارات الاقتصادية قال لا لا كنت تتبع الرأس مالية و نطوره هذا كلام يعني ما عنده حتى أساس اقتصادي هذي الفكرة أخوتي هذا وردت على الفيديو كما قلت لكم نعود هادف من هذا الفيديو مش أنه رجع عليه ولا على أفكار تاعه ولا لأنه كان شفت اللغان تاعه شوية تبدلت و كان نصرين تنتقدوه لا ربي سهل كل واحد كل واحد أعرف شوية ولكن شفت هاد الافكار منتشرة بزاف كي الناس عاودوا بدا يرجعوا بزاف للتاريخ سواء ينتقدوه أمور في الثورة ولا خيارات اقتصادية ولا خيارات سياسية بلا ما أعرف كلش حتى المرحلة التسعينات وكذا كي الناس اللي يتكلم عليها بسطحية ما هو شمولين بكامل الأحداث غير هكذا يحطر برك يحصل كل واحد فيه منك طيش واحد يحصل لها اقوش واحد قادر واتب لا ما راموا لهم بالموضوع هذا هو خوتي الفيديو اليوم كل هذا نشتركوا في القناة تفعلوا بجارة في القناة في القناة السلام عليكم شكرا